الحكم على صحفي بالإعدام يعيد إلى الأذهان أحكاما سابقة كان نظام المخلوع صالح قد ذهب إليها فمطلع الثمانينات كانت السجون ترزح بعشرات المعتقلين السياسيين والمعارضين والكتاب وكانت أحكام الإعدام تصدر داخل السجون ورغم مرور عقود من الزمن إلا أن ما تغير هو نوعية التهم فقط أتت ميليشيا الحوثي بصياغ جديدة تلصقها بالمعارضين لعل أهمها ما وسمت به الصحفي يحيى الجبيحي فقد اتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وتمت محاكمته في أماكن مغلقة ولم يسمح له بدفع التهم عن نفسه عبر المحامين كما قالت مصادر مقربة من أسرته داهمت قوات تابعة للميليشيا منزل الصحفي الجبيحي منذ أشهر وكانت قد سبقت اعتقاله باعتقال نجله وأودعتهما سجونا مختلفة تمنع الزيارات عنها ووفقا لابنته فقد فشلت كل محاولات الأسرة في الإطمأنان على صحته وقالت سحر الجبيحي في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لقاء والدي أمنية ننتظرها عند كل باب لكنها ليست أمنية مقتصرة على أسرة الجبيحي فقط هناك عشرات الأسر التي تقف على أبواب السجون وعلى رجاء أن يخرج أقاربها المعتقلون لدى ميليشيا بدأت غسل جرائمها بمحاكمات صورية وتجرى محاكمات تشبه ما جرى في بقاع مختلفة تحت مسمى محاكم التفتيش وتلك هي التسمية الملائمة الوحيدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة